السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي في قناتي قناة احلى الاكلات مع صحر اتمنى يا رب تكونوا بخير وسعادة في الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل تورتايا بشكل جديد وشكل مختلفة عن اللي احنا متعودين عليه هنعمل تورتايا على شكل بدلة القرة ت اول حاجة طبعا بنبارك لصاحب التورتايا على البطولة وبنقوله يا رب دايما في تقدم ونجاح هنعمل تورتايا النهاردة بداية من الخبز للتزين هنعملها مع بعض من الالف لليا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما ننساش نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو اول مرة تشوفيني ما تنسينش تعمليلي لايك وعمليلي اشتراك للقناة وفعالي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد ولوليكي اي سؤال سيبهولي في الكومنتات وانا بازن الله هرد عليكي وهسيب لك مقادير الكيكة بتاعتنا النهاردة في صندوق الوصف واللي ما يرشي صندوق الوصف هتلاقي سهم صغير اسفل الفيديو هتدوسي عليها يفتح معاكي هتلاقي فيه مقادير الكيكة بتاعتنا النهاردة كلها مكتوبة مقادير الكيكة عندي اربع بيضات في درجة حرارة المطبخ جبت كده المضرب ونزلت بالاربع بيضات وهبدأ انزل عليهم باقل من مصد كوباية من المية والمية اللي انا نستخدمها مية عادية جدا من الحنفية وكمان عليهم تلتميت جرام من دي اللي سبونش الجاز بتجيبيه من عند مستلزمات الحلواني بيبقى فيه سكر مش بيحتاج لإضافة سكر ونزلت بكده بنص معلقة صغيرة من الفانيليا وكمان عليهم معلقة من محسن الجيل وبدأت ان انا أقلب المكونات الاول قبل ما شغل المضرب علشان ادي ما يتطيرش ويبهد للدنيا شغلت عليهم المضرب لمدة السبع دقائق لحد ما حصلت على القوام اللي احنا شايفينه كده قدامنا اللون طبعا افتح والقوام بتاعه كده بقى زي قوام الكريم شنطي محضرة الصاج بتاعي مقاس 30 في 40 وبدأت ان انا انزل بالخليط بتاعي كده في الصاج وبسويه كويس جدا علشان يبقى كله فيه ارتفاع واحد وطبعا مسخنا الفرن بتاعتي هدخل الصاج على درجة حرارة 200 مش اكتر من 10 دقائق علشان ما ينشفش منك بعد ما خرج طبعا سيبته لحد ما بريت تماما ويفضل ان انت تخبزيه قبلها بليلة كاملة حطيت على وش ورق الزبدة بالشكل ده وسلقت الحروف بتاعته وقالبته على ورقة نتيجة او على قاعدة زي منت تحب او زي الموجود عندك بدأت ان انا اسلك منه ورق الزبدة بالشكل اللي احنا شايفينه ورجعت ان انا اقلبه مرة تانية بالشكل ده ودلوقتي هشيل ورق الزبدة اللي على الوش وبقدية كده بقشر الطبعة اللي على الوش بتبقى طبقة ملزقة وبيبقى فيها نسبة من زفارة البيت بتبقى مش لطيفة في الاكل فدائما بنحب ان احنا نشيلها ومجرد ما بتعملي باديك كده بتقرج معاك بكل سهولة لو وصلت معي لحد هنا في الفيديو وتنسي نيش باللايك والسبسكرايب ولوليك اي سؤال سيبهولي وانا هرد عليك دي كنت كارتونة طبعا عند نضيفة ومخصصها لشغل الحلويات كنت قطعها بمقاس عشرين في عشرين فبدأت ان انا احطها وقسمت السك بتاعي لتلات رقات رقين كاملين والكل واحد فيهم عشرين في عشرين وطبعا عشان السك تلاتين في اربعين خرقت كل بعد كده طبقتين كل واحدة عشر في عشرين حطيت اول طبقة وبدأت ان انا اسقق بخلط التسقية وخلط التسقية زي ما احنا عارفين بيبقى نص كوباية من السك وعليهم كوباية من المية بديهم غلوة واحدة على النار بمجرد ما يوصلوا لمرحلة الغليان بطفي عليهم واسيبهم لحد ما يبردوا وببدأ ان انا اسقق بيهم الكيك حطيت اول طبقة وطبعا سقيت الكيك وحطيت عليها الكريم شنطي باستخدام كيس الحلوان زي ما انتم متعودين عندي وحطيت الطبقة التانية ودلوقتي كمان حطيت اخر طبقة بالشكل اللي احنا شايفينه كده قدامنا بجلس الترطية بتاعتي بطبقة خفيفة جدا من الكريم شنطي لان طبعا انا هشتغل لسه عليها فوشها كله جوانبها كمان هيتغطو بطبقة من الكريم فما بجلس هنا في الوقت ده ما بحبش ان انا اكتر طبقة الكريم شنطي بحط طبقة خفيفة بمجرد بس ان هي تلم معي اي فتفيت موجودة في الكيك او اي زيادات كده في الكيك بشكل اللي احنا شايفينه ده بطبقة خفيفة تغطية خفيفة جدا بعد ما بخلص الخطوة دي طبعا بدخل الترطية التلاجة تستريع يعني اقل حاجة بيبقى ايه نفس الساعة علشان يبقى الشغل بتاعك متماسك وكويس جدا جبت كيس الحلواني واستخدمت طبعا الترطية اخدت مني كبايتين من الكريم شنطي كل كباية من الكريم شنطية عليها كباية وربع من المية لاني طبعا دلوقتي الجو بدأ ان هو يسقع شوية وكمان عليها تلات او اربع معالي من السكر على حسب الطعم بتاعك وطبعا المية لازم تبقى متلجة شغلت عليهم المضرب لحد ما حصلت على القوام ده ودأت ان انا طبعا عبيتها في كيس حلواني واستخدمت الام اللي هو بتاعي الروزيتا الصغير جدا بدأت ان انا اقامل روزيتات وهغطي سطح الترطية بالكامل وكمان جوانبها بنفس التكنيك اللي احنا شايفينه على طريقة عمل الروزيتات بالشكل ده بغطيها كلها بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا التكنيك ده سهل جدا مفهوش اي صعوبة بس اتحاولي طبعا ان انت تصبطي ايدك تصبطي الضغطة علشان تبقى الروزيتات اللي انت عملاها تبقى كلها في حجم واحد ومتساوية ويبقى الشكل اللي اللي بتاعك منظم ومنسق ويبقى الشكل المتساوي كده وجميل طبعا زي ما احنا شايفين السطح ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا بغطي الجوانب لو وصلت معي لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش باللايك يا جماعة اللايك بيرفع الفيديو وبيوصلوا لاكبر عدد من الناس يعني بنحاول ان احنا على قد ما نقدر ونوصل ولو معلومة بسيطة تستفاد منها آآ بناتنا وامهاتنا واخوتنا لو انت حابة تعملي ترطية في البيت آآ وما تشتريش يعني الاسعار طبعا بره بقيت مبالغ فيها جدا آآ وكمان برضو لو عايزة تعملي شكل مختلف عن اللي موجود في السوق يعني يعني على قد ما اقدر بحاول ان انا اوصل لكم معلومة ولو معلومة بسيطة ويا جماعة ما تنسونيش باللايك كده ولوليك اي سؤال سيبهولي في الكومنتات خلصت كده الترطية بتاعتي وطبعا دلوقتي دخلتها التلاجة علشان تستريع في الوقت ده هبدأ ان انا اشتغل الاشكال اللي انا هعملها بعجنة السكر ودايما بقول ان لما يبقى فيه شغل بعجنة السكر على ترطية يفضل ان احنا نشتغلها قبلها بفترة آآ كافية علشان تبدأ تنشاف النهاردة لا طبعا انا عايزة للعجنة بتاعتي تبقى طريقة بس انا ضيف عليها سي ام سي عشان تتمسك ومسحش بسهولة جبت كده جزء من العجنة البيضة البيضة وعملته على هيئة شريطة بالشكل ده علشاء هيئة مستطيل يعني هو هيبقى على شكل البدلة يعني اولية او جبت كده هو جزءه عملته شكل السبعة ده بقوية شكل المسلس اللي احنا شايفينه نفس الشغل اللي انا اشتغلته في العجنة البيضة جبت كده برضو عجنة لونها اسود ودعت برضو افردها على شكل مستطيل وطبعا لازم يبقى المستطيل بتاعك ايه متساوي فبقص كده شايفينه علشان يبقى متساوي بحط كده المسطرة علشان اخد الشريطة اللي انا عايزة اعمله في العرض بتاع المسطرة كده آآ قصيت اللي هو الزيادات من الناحية دي وحطيت المسطرة كده وبدأت ان انا اقص برضو بقيت الزيادات يبقى علشان اضمن ان الشريطة اللي انا عاملها يبقى كلها في العرض او الحجم يبقى كلها حجم واحد بعد ما خلصت كده اول شريطة برضو اخدت جزء تاني من العجنة السودة وهعملها برضو مستطيل بس دلوقتي هعملها اللي هو ايه اصغر في الطول اقل يعني من الشريط الاولان اللي انا كنت عملته بعمل بالشكل ده بفردها طبعا وبرضو بقسها بالمسطرة عشان تتزبط معي الشكل اللي احنا شايفينه كده قدامنا يعني ركزوا معي في الصورة اكتر من الكلام علشان احيانا الكلام بياخد وقت ايه اه وما بيوصلش المعلومة قوي اكتر من انت تبقي شايفة الحاجة قدامك بعد كده بدأت ان انا اقص كده وهبدأ ان انا اقص اتنين متساويين ودول هيبقوا لهم ايه كأن الربطتين اللي بيبقوا فيه الحزام بتاع البدلة بتاعة الكرة ايه شايفين اهو كده بعمله اه بالشكل ده ودي كمان اخر جزء كانت عندي هعملها اللي هي ايه بقى العقدة بتاعة الحزام جبت كده الاجزاء اللي انا قصتها وبدأت ان انا اصبعها باو اطبعها بالمسطرة علشان تديني الشكل اللي هو بتاع حزام الكرة ايه اللي هو بيبقى ايه مخطط كده وبيبقى الخطوط ببينة فيه وطبعا الشغل ده برضو انا عملته في الشريطة البيضة وكمان عملته في الشريطة اسو ده دلوقتي خرجت الترطاية من التلاجة وهبدأ ان انا اسبت عليها الشريطة الاسود اللي هو الحزام بتاع الكرة تيه وطبعا ممكن تغيري لو صاحب الترطاية طالب الحزام منك باي لون من الالوان التانية ممكن تعمليه اصفر ممكن تعمليه ازرق تعمليه بني طبعا على حسب الحزام لو صاحب الترطاية ايه طالبه منك فطبعا بيتبقى عجلة السكر بتستخدميها باي لون انت حبة سبت كده الحزام ست حوالي اتنين صنط كده من الترطاية وبدأت ان انا اسبت الحزام وجبت كده هو الشريطين الصغيرين اللي هما زي الربطة بقى بتاعت الحزام كده وبدأت ان انا اسبتهم خدت كده جزء وعملته بالشكل لفيته بالشكل ده علشان يديني شكل العقدة اللي هي بتاعت الربطة حسيت ان هي صغيرة فبدأت ان انا اكبرها زي ما احنا شايفين كده وبدأت ان انا اسبتها وباخد جزء برضو من الشريطة اللي عاملاها. شايفين اهو طبعا وباخد مقاساتي وانا بشتغل لو حسيت ان في اي زيادات بقص علشان يبقى شغلي مزبوط. بدأت كده ان انا اسبتها فقدت شكل الرابطة بتاعت الحزاء. شايفين? اهو يا رب تكون اسطورة واضحة لكم. دي اول خطوة خلصتها ان انا عملت الحزاء من الاسود بتاع البدلة بتاعت الكرة دي. حطيت الجزء اللي انا كنت عملته قلتلكو عليه سبعة. بشكل ده اللي هو هيديني احساس لياقة بتاعت اللياء بتاعت البدلة. بدأت ان انا اسبت الجزء الابيض بشكل كده هو تواقف بالشكل اللي احنا شايفينه. عساس ان هو يديني بقى شكل البدلة نفسها. وقصة الزيادة. بدأت ان انا اسبت كده الشكل بتاعي وبوقف اللياء طبعا كويس جدا. وبزبط التانيات اللي فيها. ده كان طبعا شكلها. وده طبر انا طبر الورائي وده طبعا بتطبيع عند اي حد من بتاع مسلزمات الحلواني. بتنسديلي الصور من على برنامج من على النت. وطبعا بتوديها تطبيعها وثبت التبر على هيئة الماديليا وكمان على هيئة اللوجو بتاعي القراطين. وراعي ان ان انت قبل ما تثبتك التبر على الترطية ان ان انت تبقي زبطة المقاسات بعناكي. علشان يبقى شغلك مزبوط واللي تنفل مستوى بعض ويبقى شكل الشغل بتاعك متناصق. ثبت كده الترطية وحطت عليها التبرات. ودلوقتي جبت جزء من عجلة السكر وهفرده على شكل برضو شريطة صغيرة بشكل مستقيل بالشكل اللي احنا شايفينه. ويبقى سوي كويس جدا برضو بالقطاع علشان شكله يبقى منتظم وشكله جميل. وفي اي زيادات بتبقى معك بتشيليها بقطاع بسكينة زي ما انت حبك. فردت كده هو الشريطة اللي انا هعملها. وبدأت ان انا افرها بمسلس من الناحية دي وكمان من الناحية التانية علشان يديني شكل الشريط. وهكتب عليها مبروك البطولة. باستخدام عصية من عصيانة ششة الطوق طبعا انا اسماها وحطتها كده في اللون من الوان الجيل اللي احنا بنستخدمها لبتاعة التورة. وبكتب كده مبروك البطولة. لو اول مرة تكتبيه على طرطة ومش متمكنة قوي يفضل ان انت تعمل لنفس الخط كده وهمي تمشي عليه. يعني ايه خط وهمي? بتجيبه المسطرة وتبداي ان انت تدوسي خط كده على عجنة السكر. بحيس بقى الخط بتاعك ما يعلمش قوي في العجنة. بس تبقي انت مجرد ان انت شايفها بعينكي. وتبداي ان انت تشتغلي عليها علشان يبقى خطك مزبوط ويبقى كله في سوا بعض. ما يبقاش الكتابة بتاعتك طلعة ونازلة ويبقى شكلك كده الكتابة بتاعتك مش مزبوطة وشكلها مش متزبط ومش حلو قوي معاك في في الشكل النهائي. كتبت كده مبروك البطولة وان شاء الله هعملكم فيديو كده آآ منفصل عن طريقة الكتابة على الترطة. وبدأت ان انا اسبتها على البردة بتاعت الترطاية بتاعتي كده بالشكل ده وده كان الشكل النهائي للترطاية بتاعتي. ودي كانت وصفتي النهاردة. اتمنى ان الفيديو بتاعي ينال اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك. وعملولي اشتراك للقناة. وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني جديد. والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.